بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو أنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله تكونوا مزيانين تكونوا غاية تكونوا ملاح ربي يحفظكم ونجيكم يا ربي قاع المتابعين القدام واجداد والناس الزوار إن شاء الله بحول الله وقوته تنطلب المتابعين يحطوا لايك في كل فيديو لأن الدعم قليل تنطلب الله سبحانه وتعالى يحميكم ويفرحكم يا ربي إن شاء الله بحول الله وقوته سنحطوا واحد صغر بنيا لطرد التابعة في رمضان رائعة وأكثر من رائعة رائعة وأكثر من رائعة اليوم غادي نعطيكم واحد صيغة مجربة مني إن شاء الله غادي تكونوا مزيانين وغادي تطردوا التوابع قال لي عندو شي تابعة إن شاء الله غادي تطردها بإذن الله ولكن غادي تطردها وأنتم عندكم يقين في الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء إيماننا بالله أولا وبالتوحيد وبالصلاة على الحبيب أحبابي ما تدوش على الصوت ديالي أنني صائمة مع السكر شوية الصيام تأثر على الصوت ديالي سمحوا لي بزاف وسمعوني أشنو خاصتكم تديرو إن شاء الله لها التابعة اللعينة اللي خلاتكم بلا فلوس تطرد الفلوس تطرد السعادة من البيت تطرد تطرد الحياة الطبيعية البنت ما تتخليش تجوج الولد ما تتخليش يخدم المرأة ما تتخليش عندها السعادة ما بينها أو بين الزوج ديالها أو ما تتخليش الماديات في البيت أو الحاجة يا الله شريتها تتقطع أو أنك ديما حاسة بالغبينة وخيكونوا عندك إذن أحبابي تابع اللعينة اللي تتأثر على الجسد وعلى حياتك الطبيعية على أوليداتك على صحتك على أي حاجة تتخلي المرض يدور في البيت كثير تتنقل من المكان إلى مكان من إنسان إلى إنسان من الراجل إلى الولد إلى البنت يبرى واحد ويطح واحد التابعة تابعة تتجي من العين الحاقدة اللي تتكون متربسة بيك واحد إنسان متربس بيك ديما رد لك البال وديما متبعك وديما أنه تبغي لك غير الشر وتبغي زوال النعم تتكون تابعة وتولي قرين التابعة تتأثر لك على الحياة ديالك دائما أما البنت ديما تتكون جوها خطاب ومن بعد ما يبقى عندها لخطاب لحتى حاجة لأنها عندها تابعة تابعة اليوم اللي غدين خلصوا إن شاء الله نفوسنا منها وغدين دروها كاملين لأنها رائعة وأكتر من رائعة إلا عندك ولدك تقرأ وما بقاش يقرأ هذي كره نوع من التابعة كان عندك زوجك خدام وما بقاش خدام هذي كره نوع من التابعة إلا كانت البنت جميلة وما عنداش خطاب هذي كره نوع من التابعة كانوا فلوس وما بقاش هذي كره نوع من التابعة من العين والحسد إذن الناس اللي بغوا أنهم يطردوا التابعة غادي إن شاء الله نعطيك Becky ربانيا وحاولوا من المجربات ان شاء الله اللي غادي تديروها وغادي تطردو التابعة ان شاء الله شهر رمضان راتي الناس تيخدمو فيه باش يطردو بزاف العوارد من يخرج رمضان البنت تقدر تزوج الولد يقدر يخدم اه تحصلوا على فلوس لانا اه تابعة متى تخليها فلوس لا صحة لاحتى حاجة اذا احبابي نطلب الله سبحانه وتعالى تديروها تصيغة وانتو ما عندكم يقين في الله اولا هما الصيغة اللي سنحطوه الا سبب من الاسباب اذا نتوكلوا على الله نخرجوا عند العطار ناخدو ام الناس خمسة درهم وناخدو اه ناخدو ام الناس خمسة درهم خمسة درهم ديل اه ديل العرعار وخمسة درهم ديل اه الخزامة لانا هاد ام الناس والخزامة والعرعار كل شيء غادي تطحن لأن غادي إن شاء الله بحول الله وقوته غادي إن شاء الله من غادي نطحنها البنت اللي معطلة عن الزواج غادي تحطها تحت الفراج ديالها تحت النموسية أو سرير في أنت تنام غادي تحطها على طريق أنها تحطها تحت من الفراش غادي تخليها مدة ثلاثة أيام مطحونة تحت الفراش أم والناس والعرعار والخزامة البنت اللي بغا تزوج غادي إن شاء الله تحطها تحت الفراش أنها مطحونة تسرحها تحت الفراش وتدير عليها شمينديل وتنعس فوقها وتنعس فوقها مدة 3 أيام هاديك مدة 3 أيام غادي إن شاء الله تقرأ صورة الصفات الدوم عليها الدوم عليها 3 أيام هي تحت الفراش وانتي تدقلسي فوق الفراش وانتي تدقلسي فوق الفراش وتتقرأ صورة الصفات 3 أيام اليوم الرابع غادي تديري واحد القدر ديال الماء. اذا اليوم الرابع غادي تديري واحد البرماء او كاسرون تديري فيها الماء الساخن. وغادي ترمي هديك ام الناس والعرعار. وآآ الخزامة اللي كان تحت الفراش ديالك. غادي تجمعيها. وغادي ان شاء الله تديريها في هديك الكاسرون او البرماء اللي تبغتي فيها الماء. وغادي إن شاء الله دخلي الغرفة ديالك وغادي إن شاء الله بحول الله تقدري تعومي مع الصبح ولا مع الفجر ولا مع الظهر ولا مع العصر غادي تعومي بهذاك بهذاك الماء اللي فيه العرعار والخزامة وأم الناس غادي تعومي وم بعد غادي تحاولي هذاك الماء ديالخزامة والعرعار يبقى في الجسد ديالك إلا ما بغيتش تغسلوش شعر ديالكم ما تغسلوش إلا بغيت تخويو على الشعر ديالكم صفيو عدا خويو على الشعر باش البقايا ديال المكونات ما يبقوش في الشعر ديالك مدة ثلاث أيام تبقي بهذاك العرعار أم الناس وغادي إن شاء الله ترضي التابعة في ثلاث أيام ولكن ناس اللي عندهم المرض في البيت وديما عندهم مشاكل في البيت على الفلوس أو الحاجة اللي تتقطع أو المرض أو الأبناء ما تدامش الأم غادي تاخد أم الناس غادي تطحنها مزيان مع الخزامة ومع العرعار وغادي إن شاء الله تبخها في الماء وترش البيت كامل ولكن تشغل صورة الصرفات في البيت أو صورة البقرة صورة الصرفات تطرد التابعة بالمرة في البيت ولكن تخوي الماء في الزواية البيت كاملة ولكن الأبناء ياخدوا من هذا الماء اللي تبختيه بالخزامة والعرعار أم الناس كل شي يغسل به الزوج كل شي يدخل الزوج ويغسل به عادي لأنكم ما قرأتش عليه ولكن القراءة تقرأوا صورة الصرفات ثلاثة أيام في البيت مشغلة على طريق التلفاز لأنه رائعة وأكثر من رائعة هذه الصغرة ربانية ستصيقي بها البيت وغادي تحيدي ترضي التابعة لعندك مسبالك الأولاد ما تقرأوش أو عندك مشاكل مع الأولاد أو عندك مشاكل مع الأبناء أو عندك قلة المال إذن عندك قلة المال عندك مشاكل عندك أمراض خودي الخزامة والعرعار وطحنهم وتبخيهم ورشي بهم الزواية البيت وإن شاء الله بخور بالماء لأن الخزامة من غد تبخيها هيولي واحدة رائحة طيبة إذن الرائحة الطيبة غد تكون عندك في البيت وفي نفس الوقت غادي ترضي التابعة لمأترالك على أولادك مأترالك عيدا حياتك مأترالك على أي حاجة عندك في البيت إذن تنحاولوا نطلقوا صورة الصرفات مدة ثلاثة أيام نسيقوا البيت نعطيوا لأبناء غسلوا بذلك الخزامة والعرعار أم الناس غادي يكون عندك رزق غادي تكون مزيانة إن شاء الله البنت بحول الله تقدر تديرها وتزوج إن شاء الله نجوج وصفات في هذه الصيغة إذن حبابي إلى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك دعموا القناة تفعلوا الجرس تابنوا بحول الله وقوتي والسلام